غريبة جداً أمور غريبة الكواليتي بتاع لعبة النادي الأهلي كواليتي رائع وجيد عندنا بعض النواقص الواضحة مش محتاجة كلام يعني مش محتاجة إن الإسلام يقول ولا حضرتك تقول ولا لا لا خالص كلنا شايفينها وعارفينها وعارفين إن إحنا عندنا مشكلة مش إحنا بس ده حتى مارسيل كولر نفسه قال إن أنا عندي مشكلة فإن أنا بروح للجون كتير وبعرفش أجيب جوان أو مجموعة اللعبة اللي عندي مش عارفة تجيب جوان تخيل حضرتك إحنا عملين نتكلم وبنعاتب إن بعض وبنعاتب نفسنا وكذا وكذا وإنت الأول على الدوري العام المصري وصلت لنهائي كأس مصري للعام السابق إن شاء الله ربنا يكرمنا كمان السنة دي وصلت للسنة الثالثة على التوالي إلى كأس العالم للأندية ولعبت نصف نهائي كأس العالم للأندية ولم يستطع أن تتفوق بسبب وجهة نظري أنا آسف إن أنا حقول هذا الكلام محدش يقولي أنت بتحط أن أنتوا اتغلبتوا عشان التحكيم لا أنا اتغلبت في مباراة فلمينجو عشان الحكام بالمناسبة مصطفى غربال واحد من أفضل الحكام ولم يكن يقصد أي شيء عشان محدش يقولك أنت بتقول كذا خالص ولكن أخطاء تحكيمية واضحة خسر بها النادي الأهلي النادي الأهلي كان في أفضل حالاته بعد ما جاب الجول التاني كنا موجود نجي بالتالت والرابع والكرة تبقى أفضل من كده لأن الطرد كان نقطة فاصلة في المباراة نفس أعرف هو الطرد ليه نفس أعرف خالد عبد الفتاح الطرد ليه أموت وافهم يعني الرجل ليه لأسف مش حقد راجبها لحضراتكم ولكن الرجل رايح من الجنب يعني حتى لو لمسوا طردتوا ليه المواجه فقط يعني اللي جوه المرمى المواجه ده اللي ممكن أتروده لكن واحد جاي من هناك أتروده ليه فهل حضرتك مقتنع معايا بالكلام ده ولا لا أمش عارف أنا شخصيا مقتنع أن أنا كنت كأهلي من أفضل المباريات اللي عملها من أفضل النص ساعة ولا الساعة لربع اللي عملها النادي الأهلي هذه الفترة طيب الفترة اللي جاية هنعمل ايه الفترة اللي جاية نحن لا نملك إلا المساندة والدعم مجموعة اللاعبين اللي موجودين دول مجموعة من أفضل اللاعبين اللي موجودين حنعمل ايه؟ حنساند وندعم لغاية لما نقدر خلاص باب القيد تم غلقه وبالتالي يعني النادي الأهلي لن يستطيع إن هو يجيب لعيب تاني إلا بعد أهي هي دي كرة اللي أنا بتكلم فيها خلاص خالد لمسه ما لمسوش هل من هنا تقدر تجيب بنسبة مية في المية هدف؟ ما بتحصلش عمرها ما حصل بنسبة تمانين في المية ما بتجيش أهداف من هنا طيب إذا كان خالد لمسه أنا ما سألتش خالد لسه لغاية دلوقتي ولكن إذا كان خالد لمسه فهل اللمسة دي تستحق الطرد المباشر؟ ما عرفش كابتن نصر عباس شرح لحضراتكم من بارح هذا الأمر تماما هناك خطأ في تطبيق القانون من كابتن مصطفى فبالنسبة لي هذه اللقطة هي لقطة فاصلة في النادي الأهلي عشان كده بقول لحضراتكم إيه؟ بقول لحضرتك إنه عندنا أو في أفريقيا عندنا مشكلة أنت كابتن مصطفى وقتاني أنا بقول إن كابتن مصطفى غرباء الواحد من أفضل الحكام في العالم العربي أو في العالم الأفريقي أو في القرى الأفريقية ولكن في نفس الوقت كابتن مصطفى عنده أخطاء كبيرة جدا في هذه المباراة هي دي اللي خلتنا نتغلب؟ آه وجهة نظري كان ممكن نتغلب برضو لكن إحنا كنا مسكين كورة وكنا أفضل في كل شيء لو دخل فينا جول كنا ممكن نجيب التاني زي بحصل؟ كنا مغلوبين واحد وصلنا لاتنين واحد وضيعنا التالت كمان ده بعد التارد عشان كده بقول لحضرتك عندك فريق واقف على رجله ينقص المهاجمين بس نبقى عندهم ثقة في نفسهم أكتر محتاجين تركيز أكتر إن أنا كجمهور أعتبه أقول له يا فلان أنت كان لازم تعملها إحنا كجمهور في ضهرك وحنفضل وقفين معاك وحنفضل المسندين ليك عشان إيه؟ عشان شعار النادي الأهلي مش شن حاجة ترجمة نانسي قنقر